23 الحقيقة بطولة كانت في بدايتها بطولة المفاجآت الحقيقة وتعطر الفرق أو المنتخبات العربية فيما عدا المنتخب المغربي لكن الحقيقة كلام كتير قوي عن منتخبنا خلال الفترة اللي فاتت هنتكلم بالتفصيل طبعا ولكن خلينا في البداية نتعرف مع حضراتكم على يعني الرؤية العامة أو الرأي العام في مصر هنا خلينا نتكلم على الجماهير المصرية واللي الحقيقة كل الناس يعني أكيد أكيد اللقاء أو اللقاء اللي فات كان لقاء صعب جدا على منتخب مصر إجمال اللقاءين الحقيقة لغاية دلوقتي لم ينال إعجاب أو لم يصل إلى درجة الردع عن أداء المنتخب المصر المباراة الأولى مباراة كانت أمام موزنبيق 2-2 المباراة التانية بنفس النتيجة أمام المنتخب الغاني لكن خلينا نتكلم الحقيقة على نقطة مهمة جدا لماذا لم يظهر المنتخب المصري بالحالة اللي كنا نتوقحها الحقيقة كلنا متوقعين أداء أفضل في المباراةين خاصة المباراة الأولى المباراة التانية الأداء تحسن شواء في الشوت التاني لكن كلام كتير عن الأداء الفني للعيبة كلام كتير جدا على الأداء روي فيتوريا المدير الفني المنتخبنا وما ينتظر مصير المنتخب المصري خاصة النهاردة كان فيه مباراة الرأس الأخضر مع موزنبيق والحقيقة فريق كاب فيردي اكتسح فريق موزنبيق بسلاسية نظيفة حرجع بحضراتكم لما قبل أيام القرعة وقرعة كأس الأمم الأفرقية لما وقعنا في المجموعة مجموعة فيها مصر وفيها غانا وفيها موزنبيق وفيها الرأس الأخضر كل الناس بتتكلم أن خلاص موضوع ما بين مصر وغانا ونيجي عند نقطة هل تغيرت خريطة القرى الأفرقية بالتأكيد بالتأكيد وأكتر دليل على اللي بقوله لحضراتكم أن الرأس الأخضر هي متصدرة المجموعة التانية اللي فيها مين فيها مصر وفيها غانا على مستوى التاريخ مصر وغانا على مستوى تاريخ القرى الأفرقية حدس ولا حرج الرأس الأخضر على مستوى التاريخ الأفرقي لسه بتخطو أول خطواتها ولكن الحقيقة ده أكبر دليل أن خريطة القرى الأفرقية بتتغير وبسرعة وبرتم سريع جدا جدا وده اللي يمكن قالئ الواحد شوية يعني قالئ الواحد شوية إن شاء الله بإذن الله هنعدي المجموعة يعني إن شاء الله بإذن الله الموقف إلى حد كبير لسه الأمور في إدينا نفوذ على الرأس الأخضر يبقى إحنا إن شاء الله في المركز التاني ومناش دعوه بقى نتيجة غانا ومزنبيق هيعملوا إيه وهو ده هو ده التارجد هو ده الأساس بتاعنا مش عايزين نخش المبراء ونفكر أصل غانا لو كذبت مزنبيق أصل مزنبيق لو كذبت غانا الحقيقة غير مقبولة إن إحنا نطراحه وليه إن إحنا عندنا ما زال تحديد مصرنا بإيدينا نكسب الرأس الأخضر ونكون رسميا في الدور الستاشر لكن اللي بتكلم عليه الحقيقة أكبر من إن هتكسب مباراة ولا لا اللي بتكلم عليه هو التطور السريع جدا في القرى الأفريقية بدليل إن الرأس الأخضر في مجموعة فيها مصر وغانا بتتصدر المشهد وعن جدارة ما بتتكلمش إنه فرقة بالحظ كذبة واحد بدرب الجزاء أو أو لا فرقة عاملة مبارايتين على أعلى مستوى بتكسب غانا وبتكسب كمان مزنبيق 3-0 وبأداء أكتر من رائع فرقة بتلعب كرة على الأرض بتعمل build up كويس عندها شكل هجومي عندها شكل دفاعي فده أكبر دليل إن فعلا خريطة الأفريقية وما بقاش خلاص ما بين قسين الأسماء الكبيرة هي اللي بتلعب في الملعب أو متسيدة الموقف قد تكون في الخطوات القادمة في البطولة حتى توقف شوية عند المنتخبات الكبيرة ولكن حزاري الحقيقة حزاري وأنا بحذر من الجزئية دي إن إحنا بتكلم بشكل عام بشكل شامل إن إحنا لو عايزين نستمر على قمة القرى الأفريقية من خلال منتخبنا لغاية دلوقتي إحنا أكبر دولة أكبر منتخب في عدد الألقاب في البطولة الأفريقية بسبع ألقاب لكن على النظرة البعيدة شوية الحقيقة لازم نشتغل بشكل أكتر احترافية سواء على مستوى لعبتنا المحترفين وعددها على مستوى الدوري وإفرازه للعبين دوليين على مستوى المسابقات على كل دوات الحقيقة على ملف المصريين زول الجنسية المزدوجة اللي بيلعبوا في أوروبا وإزاي نستقطب هؤلاء اللاعبين عشان يكون عندنا عدد كبير جدا من اللعيبة المحترفة يعني الواحد بيقول الرأس الأخضر بعدد كبير جدا بيلعبوا أكتر من 15 لعيب محترف في أوروبا الحية حاجات كتيرة جدا عايز أتكلم فيها وحتكلم فيها النهاردة مع حضراتكم من خلال حلقتنا النهاردة عندنا اثنين نجوم كبار من نجوم النادي الأهلي عندنا الكابتن محمد حشيش وكابتن عمر الحديدي يعني نتناقش فيه هذه الموضوعات ومنتخبنا مشواره اللي جاي ايه الأخطاء اللي وقع فيها روي فيتوريا ايه أخطاء اللعيبة نفسها داخل الملعب وحتكلم على على الجرينت على السبريت على الروح القتالية يمكن اللي غابت في مباراة موزنبيك والشوت الأولاني في مباراة غانا يمكن استفقنا فيه الشوت التاني أمام منتخب غانا ما بتكلمش في أنها بتكلم على سبريت الإصرار والعزيمة والقوة في الأداء والإصرار على المكسب والعوضة للمباراة كل الحاجات دي الحقيقة ما ظهرتش خلال ماتش ونص وظهرت خلال شوت واحد هي دي نقطة التحول إن شاء الله في أداء منتخبنا إن شاء الله بإذن الله لأننا نتوقع بإذن الله أننا هنعدي في هذه المجموعة